السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلو وسلم وبركة على سيدنا محمد وعليه واصحاب الهور المايمين ازايكم يا سنة خمسة ابتدائي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض يونت 9 الوحدة التسعة بإذن الرحمن مع بعض اللي هي الوحدة التانية الوحدة التالتة في الترم التاني تمام طيب تعالوا نبدأ ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول احنا بس كده سايبين جزء الحل اللي هو بتاع الوحدة التالتة ان شاء الله هنزلوه بكرة بإذن الله تمام بس النهاردة نبدأ مع بعض الوحدة التسعة زي ما طلبتم مني فهنشتغل فيها على طول الوحدة سهلة جدا وجميلة وبسيطة وتحفى فتعالوا نبدأ ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول اول حاجة العنوان زي ما انت شايف عندي يونت 9 الوحدة التسعة my favorite animal my favorite animal my هنا يعني ملكية يعني الحاجة دي ملكي انا بتاعتي انا تمام يبقى بقول my favorite طيب favorite يعني ايه يعني المفضل والانيمال اللي هو الحيوان animal اللي هو الحيوان يبقى my favorite animal قلنا الترجمة هنجيب من ورا حيواني المفضل حيواني المفضل يعني الحيوان اللي انا بحبه جايب الصورة الجميلة دي تمام تعالوا بقى نشوف مع بعض كده اول حاجة الكلمات بتاعتنا اهو جايب لي بقى شوية animals حيوانات كده ونبدأ فيهم على طول نبدأ مع بعض كده والعنون بتاعنا اسمه ايه wild life wild life الحياة البرئية تمام طيب نبدأ مع بعض اول حاجة طبعا انت شايف صورة الحيوانات اخدنا منهم قبل كده كتير و ايسينك انه ما فيش مثلا حاجات كتير مختلفة تعالوا نشوف مع بعض اول حاجة كده الكنغر اللي هو الكنغرو اسمه ايه بالانجليش cangreو 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 يبقى دي عندي can the ru cangreو 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 اللي هو الكنغر طيب عندنا بعض كده دبل بنده يسمو panda 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 طيب الخفاش bat 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 تمام زي الباتمان رجل الرجل الخفاش ده بنقول عليه باتمان تمام طيب بعد كده عندنا الاسد اسمه ايه lion 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 وما تقولش lion لا صوت الo مع ال n تديك ن ن يبقى اسمها ايه الاسد اسمه lion 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 طيب بعد كده عندنا طائر البطريك اسمه ايه penguin 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 ادي pen الام جاف وبعدين guan يبقى penguin penguin طيب الدولفن اسمه ايه dolphin 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 طبعا الفي هنا جات من صوت ال a p مع ال h يبقى اسمها dolphin 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 طيب الحلزون ده او الكوكعة ده اسمه ايه snail 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 طيب عندنا البغبان اسمه ايه parrot 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 ما تقولش باروت لا parrot parrot تمام يبقى دي الانمالزب بتاعتنا سهلة جدا جدا ووسيطة هنقراها تاني على السريع kangaroo والورايا kangaroo kangaroo panda 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 bat bat ممكن تقولها bat او ممكن تقولها bat ما فيش اي مشكلة طيب الاسد line 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 البطريك اسمه ايه penguin 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 dolphin اسمه dolphin 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 طيب الحلزون اسمه ايه snail 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 طيب عندنا البغبان parrot 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 تمام طيب نجل الاكسترا vocabia miss ودي معانا برضو حفز عندنا بقى كلمة قوي اسمها ايه strong 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 طيب الصدف اسمها shell 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 الشيه طبعا جات من الاس مع اله اكتب النوتس دي عشان مهمة طيب عندنا زهي الالوان يعني ايه زهي الالوان يعني الحاجة دي ملونة اسمها ايه بقى colorful 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 طيب color بس الحدي هنا يعني لون احبط الله الصفكس fall تبقى colorful colorful طيب محيط المحيط بقى اللي هو زي محيط الهادي والهند والاطلنطي اسمه ايه ocean 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 طيب رأسا على عقب يعني الحاجة دي مقلوبة اخدناها اسمها upside down upside down upside down وممكن تقولها upside down بس عشان فيه دي و دي فبنطير واحدة منهم في النطق فبنقول upside down upside down upside down طيب الحال بالريه اسمها wild life wild life wild life بعد كده كيس او الجيب بتاع الكنغر اللي هو بيشيل فيه ابنه اسمه ايه بقى pouch 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 يبقى الكيس او الجيب بتاع الكنغر اسمه ايه pouch والليتشيه طبعا جات من ال a من ال c مع ال h نيجي بقى لدولة استراليا او كرة استراليا اسمها ايه استريليا 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 ما تقولش أستراليا لا هتكون أستريليا أس أس تبقى أستريليا طيب عندنا بعد كده ودود اسمها إيه Friendly 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 قرة أفريقية اسمها آفريكا 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 والسي هنا تقطها ك عشان السي مش جاي وراها لا أي ولا أي ولا و أي عشان تقه س طيب غابة مطيرة يعني إيه غابة مطيرة يعني الغابة دي هتطير لا غابة مطيرة يعني غابة مليلة أشجار كتير كتير والأشجار طويلة ومتشبكة وبيبقى فيها مطر اللي اتنين عشان كده بنقول عليها rain forest rain forest rain forest تمام rain اللي هو المطر وفارست اللي هي الغابة يبقى الكلمتين على بعض من غير فاصل ما بينهم يبقى rain forest اللي هي الغابة الممطرة أو المطيرة طيب قليل في الكمية أو صغير في السن نفس المعنى هم اللي اتنين اسمها little 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 أو little little اللي بننصح نيجبها للكلمات التانية عندنا هنا كلمة مجموعة مجموعة يعني group 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 طيب نبات الخيروزون اللي هو اللي بيكلوا البندة اسمه ايه bamboo 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 رائع wonderful 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 هي هي awesome awesome ممكن تقولها fantastic interesting amazing كل الحاجة دي معناها رائع يبقى wonderful wonderful أو awesome التلج اسمها fridge 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 طيب ظلام الدنيا بقى تضلم اسمها dark 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 طيب التلج كلنا عارفينه ice 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 وهنا c وحنا عشان جاي وراها i تمام طيب عندنا الجليد بقى الجليد غير التلج التلج احنا عارفينه القطعة دي اما الجليد بيكون لونه ابيض اكتر من التلج وبيكون كسيف شوية الجليد اسمه snow 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 طيب خاص او مميز قلنا برضو عارفينها اسمها special 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 وقلنا c i وراه حرفه متحرك هتديني صوت الشه طيب بعد كده دولة الصين اسمها شاينا 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 طيب بالداخل inside 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 ملخص اسمه ايه summary summary تمام بس كده دي الكلمات المهمة اللي معنا ننجي بقى لتصرفات الافعال عندنا regular منتظم وirregular غير منتظم المنتظم هندفله اي دي او دي هنا بقى عندي كلمة stay اخدناها في الدرس اللي فات الموضي منها state stay talk talked repeat repeat يعني يردد او يكرر repeat repeated 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 او repeated repeated اللي ننصح jump 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 it jump jump it jump jump it طيب اللي نغير منتظم بقى بنغير فيه حروف او بنستبدل الكلمة كلها عندي sit sat sit sat fly flew fly flew feed fed feed fed height height head height head تمام طيب الimportant expressions and prepositions عندنا كلمة يوم بالخير day out day out day out قال لي said for said for said for يبدو مدهشة it sounds amazing it sounds amazing it sounds amazing طيب يقفز على jump on jump on jump on يسبح فيه مجموعة swim in a group swim in a group swim in a group طيب يقترب يبقى go near go near يبدو لطيفا جدا look so cool look so cool look so cool عبر الأشجار throw the trees throw the trees throw the trees يقوم بمشروع do a project do a project do a project طيب إنه رائع جدا it's so sweet it's so sweet it's so sweet تمام طيب بعد كده جايب للمين points على listening و reading احنا مش هنقرارهم احنا ندخل على الاراية بتاعتنا او الاستماع تمام طيب في بوب كويز هنا ان شاء الله هنحل مع بعض في فيديو الحل جايب لهنا بقى صورة طبعا البوب كويز ده زي ما قلنا هنحل فيه الحل نيجي بقى هنا لصور الحيوانات بيقول ايه هنقرأ ونتعلم وننهرف كمان مع بعض عندي صورة القوب ده تمام بيقول ايه بقى بيقول لك شوية حاجات كده عنه عشان لو جالي في البراجراف ان انت تكتب على الحيوانات تبقى عارف كل حيوان الميزة بتاعته يبيعيش فين وايه الوصف بتاعه طيب اول حاجة بيقول it lives in the garden it طبعا الحيوان غير عاكل وغير العاكل دايما بناخد له الفعل ايه at يبقى الفعل يبقى it lives انه يعيش in the garden في الحضيقة خلصنا الجملة حطنا نقطة نبدأ جملة تاني it has a shell it has a shell يعني لديه ايه صدفة it doesn't have legs or arms it doesn't have legs or arms يعني هو ما عندهوش لا رجول ولا ادراع يبقى ما عندهوش رجل ولا ادراع it's a snail يبقى ده مين السنيل اللي هو الحلزون تمام كده يبقى عارف نهو بياش فين الوصف بتاعه ما عندهوش رجلين ولا كمان ارمس طيب نيقل للصورة التانية وهو kangaroo it lives in australia it jumps on two legs it's a kangaroo يبقى it lives in australia برضو انهو يعيش في استراليا it jumps on two legs يعني انهو يقفز على رجلين الاثنين وهتقول يجنبس هنا فيها اس ليه لان ده مضارع بسيط مع المفرد قلنا المفرد دايما بياخد الفعل اللي فيه الاس تمام يبقى بيقفز على رجلين الاثنين زي ما انت شايفوا الصورة كده رجلين الورا وهو ده مين الكانجرو اللي هو الكنغر نيجي بقى للبات اللي هو الخفاش ات ات فلا انه يطير في الليل ات سليبس ابسا داون اون تريز بينام ازاي بينام مقلوب يبقى رأسه تحت ورجلي فوق تمام يبقى ات سقبات انه الخفاش تمام يبقى عرف انه بيطير بالليل بينام مقلوب على الشجرة ويبقى هو دا الخفاش دي الميزات بتاعته نيجي للدرس اللي بعد كده او الصورة اللي بعد كده درس ايه وهو البطريك بيقول ايه بقى بيعيش فين بيعيش على التلك وكمان الجليل يعني لونه ابيض في سود انه يستطيع ان يعوم but it can't fly لكن ما يقدر شي يطير it's a penguin يبقى دا من البطريك يبقى نقولها تاني it lives on ice and snow بيعيش على انه يعيش على برضو عشان ال it جاي مع الفعل في s يبقى انه يعيش على السنو وال ice اللي هو ice والسنو التلك وال a والجليل it's black and white اللونه ابيض في سود طيب it can swim يبقى بيقدر يعوم وبعد can لازم نجيب الفعل في a في المصدر يبقى زائد المصدر يبقى بعد can لازم نجيب الفعل في المصدر يعني ما يبقى it can swim but it can't fly لكن مش هيقدر يطير يبقى دا من it's a penguin يبقى انه البطريك وخلي بالك بعد it it's a bird انه طائر خلاص بقى عرفت انه طائر it's very beautiful and colorful يبقى it's very beautiful يعني جميل and colorful وكمان ملون it lives in the rain forest بيعيش في الغبات المطيرة it's a parrot اللي هو البغبغان يبقى كل واحد منهم لازم تبقى عارف الجمهة بتاعتي عشان هنكتب باراجراف عنه نيجي بقى الملك الغابة it lives in africa بيعيش في africa it's a very big cat الله هو الاسد والنمر من فصيلة القطط بس هو طبعا wild cat يعني قطة بس مفترسة يبقى بيعيش في africa it's a very big cat قطة كبيرة it's very strong قوي جدا يبقى ده مين it's a line يبقى ده طبعا الاسد طيب نجي لها الجميل ده it's very friendly اول ما بلاي كلمة friendly يبقى ده على طول الدولفن لان الدولفن ودود جدا جدا وبيحب الانسان قوي يبقى it's very friendly انه ودود جدا it swams in a group with its family in the ocean it swams يعني انه يعوم in a طب ليه هنا بقى قلت it's ما فيهاش apostrophe لان it's هنا ملكية تمام بس لغير العاقل لغير العاقل زي مثلا بقلت my book قلت كتابي تمام it's my book لكن هنا لو هقول قالته لو هقول عيلتي انا عيش مع عيلتي i live with my family لكن غير العاقل عشان الدولفن غير عاقل فعشان قول my ولا يور ليه بقى انهو غير عاقل يبقى اول it's من غير الاباستروفين يبقى بيعيش مع عيلته in the ocean في المحيط it's a dolphin يبقى هو اللي بيعوهم وبيعيش في المحيط وكمان friendly يبقى ده الدولفن نيجي بقى للجميل برضو ده الكيوت قوي it lives in china بيعيش في الصين it eats bamboo اكتر حاجة مشهورة لي انهو بيأكل نبات a ابيض في سود تم انا كده مستهط له بطبن وبين البطريق لا البطريق ابيض في سود اه لكن بيعيش on ice and snow بيعيش على الجليد او الثلج لكن ده بيعيش في الصين وبياكل تمام يبقى it's a panda يبقى ده البندا يبقى انا عايزة منك دلوقتي تقرأ الدرس تاني بور راحة وتفهم عشان تعرف كل حيوان من دول بيعيش فين بيأكل ايه لونه ايه لو ليه لون او بيعيش في جروب او بيعيش لوحده تمام لازم تبقى عارف لان هو اكيد هيجيب عن حيوانك المفضل تمام فلازم تبقى عارف نيجي بقى اللي هو نص الاستماع اهو عندنا هنا المحادسة طبعا بمين رامز وايمن رامز وايمن بيقول ايبا هاي يعني مرحبا بيقول مرحبا ايه يعني انا كان عندي او زي يوم الاجذب الضبط طلع برا يبقى اليوم كان ايه رائع عشان ايه انا كده جبت ايه في الماضي هي اصلها ايه مرس اصلها هاف بس لو ما عنديش يستردي لو عندي يستردي كنت هقول هاف عادي لكن عندي يستردي تبقى هاف يعني انا قضيت يوم حلو برا ما عالت مبارح قال where did you go where اين و did فعلي مساعد بيدل على الماضي فعلي مساعد يدل على الماضي عشان يستردي يبقى الكلام كله في الماضي فقال اين انت زهبت you go يبقى did you go اين زهبت طيب هنجاوب ازاي بنشطب على where did واليوم بتتحول i will go بتتحول اي وانت ليه بقى يا مس كده قال اي بقى عشان عندي هنا مين د عشان مين د د ماضي فخلاص هي جبت معاها في السؤال في المصدر لكن انا هنا ما عندش د تروح بقى تنزل التصريف التاني زي معلمتك في الماضي البسيط وهتلاقي الفيديو عنك يبقى اي وين تتو د نيو ويد لايف بورك قال انا رحت للحديقة الحيوانات البرية الجديدة يبقى الصفة بتكون في الاخر في العربي اجيبها اترجمها في الاخر يعني كانت رائعة برضو هنا كانت ماضي كانت عشان مع المفرد تمام ومع المفرد في الماضي ياخد يعني كان رائع رد بقى قال ايه اللي انت شفته هل معناها هنا هل انت استطعت تمام هل انت استطعت ان تذهب بالكرب من الاسد يبقى انت قدرت تتقرب من الاسد او الاسود قال له ايه no لقى we stayed in the car قال له احنا افضلنا في العربية طيب معنى كده يمس ان كد دي طبعا الال فيها سيلانت لما تيجي يسألني بيها او السؤال ييجي بكد يبقى لازم انت هجي وبيس او no تمام لان هنا معناها هل طيب قال له ايه بقى لقى we stayed برضو ماضي فيها ايه اه احنا فضلنا في الكور في العربية but لكن we could see them through the trees لكن احنا قدرنا نشوفهم من ايه ما بين الاشجار من خلال الاشجار the cangros were interesting too الكانجور بقى الكنغر كانوا ايه كانوا interesting كانوا رائعين too هنا يعني ايضا تمام ودائما تيجي اخر الجملة بيبقى قبلها كمس وغنونة كده طيب when they are little لما بيكونوا صغيرين they can sit inside their mom's pouch it's so sweet بيقول ايه بقى نقرها تاني الحتة دي when they are little لما بيكونوا صغيرين they can sit الجملة هنا المضارعة فاللي هيج برضو بعدها مضارع يبقى لما بيكونوا صغيرين they can sit يقدر يقعدوا inside جوا their mom's pouch اللي هو الجيب جيب الكنغر يبقى هما بيقعدوا جوا الجيب بتاع مامتهم الموجود يعني الكنغر ينطه كده وولده جواه اهو بيكون في الحتة دي بالزبط فين الكنغر اهو الكنغر هنا كده في الجزء ده هنا تمام طبعا تحت ايده هنا كده في الجزء ده بيكون الكيس بتاع الكنغر وبيحط فيه ابنه طيب بعد كده قال ايه it's so sweet بيكون رائع قال what birds did you see ايه الطيور اللي انت شفتها what birds did you see يعني ايه الطيور اللي انت شفتها قال lots يعني lots كتير but my favorites were the parrots قال لكن المفضلين جامع كلمة favorite اهي favorites where كانوا ايه البروت اللي هما البغبغانات they were so beautiful and they could talk الله ده بيقولك هما كانوا beautiful جميلين شكلهم جميل وكمان هما قدروا ان هما talk طبعا البغبغان كلنا عارفين ان هو يقدر يقول الكلمات ورانا يقدر يردد عادي يبقى هو قال لك ان هو كان بيقدر ايه يتكلم we said some words for them to repeat قال احنا قلنا لهم او قلنا قلنا لهم بعض الكلمات اللي ممكن يرددوها تمام يعني مثلا كانوا بيقولوا له ايه مثلا water يقول water تمام فكان بيردد معهم طيب هلو نكمل الباقي ايمن قالوا ايه that like the cold did you see any what about ماذا عن الحيوانات احنا مخضين من الترم اللي فات ان what about بيجو راح حكتين ياسم يام o-n-g فهو هنا جايب من الاسم يبقى what about animals that like the cold ماذا عن الحيوانات اللي بتحب بتجول ايه البارد قالوا did you see any هل انت شفت اي اي حد منهم قالوا yes penguins قالوا ايوة طبعا بطريق they were in a special place inside هم كانوا بقى في مكان مميز او خص بهم هم جوة it was cold كان بارد like زي التلاجة we fed them some fish واكناهم بعض الايه السمك يعني دوهم بعض الايه السمك i love penguins انا بحب الايه البطريق they can swim so well and they look so cool هم بيقدروا يعوموا كويس وبيقول لك كمان شكلهم ايه cool شكلهم بيبقى جميل كمان طيب قالوا واو واو ده الصوت اللي بيعبر عن الاندهاش there يعني بقى was there هل كان يوجد هل كان يوجد تمام وقلنا there زي ما شرحناه بيجي قبلها اربع حاجات يا was ya where ya are ya is was there anything you wanted to see but couldn't بيقول له هل كان فيه اي حاجة عايز تشوفها وما قدرتش قال له the bats الايه الخفافيش i'm doing a project on pets at school so i really wanted to see them بيقول قال له الخفافيش قال له انا بعمل مشروع عن الخفافيش في المدرسة وكان فعلا كنت عايز ايه اشوفهم but they were all hiding and i couldn't see them in the dark لكن كلهم كانوا مستخبين وما قدرتش يشوفهم في الظلمة دايما دايما الكفافيش بيبقى مستخبى وبيطلع فين بالليل تمام هو دايما يحب الظلمة oh well قال له طيب it sounds amazing دا كانت ايه رائع او يبدو رائع i have got to feed my rabbit now that's the most wild life i will see today بيقول ايه بقى بيقول انا لازم اطعم الارنب بتاعي دلوقتي وهو بيقول ايه ان دا هو الحيوان او الحياة البرية الوحيدة اللي ممكن يقدر يشوفها النهار دا تمام بس خلص معنا كده الفيديو وما فوش حاجة صعبة كل الحاجات اخدناها قبل كده تمام ان شاء الله بقى الحل هنزله في حل تاني بازن الرحمن والحسة اللي جاية ممكن بعد بكرة بقى ناخد الدرس التاني او بكرة مش عارف على حسب يعني تمام بس عايزة منك ايه بقى عايزةك تكتب علي الفيبرت انيميل الحيوان المفضل بتاعك تحفظ الكلمات وتقرأ الدرس تاني قلاص ممكن انت الفيبرت انيميل ممكن تقول بقى ما الفيبرت انيميل اسكزة وتاخد اي حيوان من دول وتكتب عنه او ممكن تكتب الحيوانات المفضلة وتكتب عن اتنين او التلاتة تمام عشان تكتب كتير لان كل واحدة من دول مش هطلع لك بتاع تلات اربع جمل بس فاحنا الواجب اتمنى ان انتو تكونوا بتعملوه ومتابعين معي واحدة بواحدة وقدينا اهو اخدنا الوحدة التاسعة زي ما طالبتم مني من يومين فان شاء الله اهو هكمل معاكم الملحة بإذن الرحمن مشين كويس جدا جدا ان شاء الله في خلال الشهر ده نكون خلصنا الوحدة التالتة والربعة بإذن الله تمام يبقى الشهر اللي بعديه بفضل لنا الخمسة والستة وبإذن الله نراجع انا بقول الاولى والتانية والتالتة يعني اعتبارا من ان احنا بدأنا في الترمي من اول الوحدة الاولى اللي هي السبعة مش عايزة اقول السبعة والتامنة والتسعة عشان ما تطلق بطوش تمام بس خلص الفيديو بتاعنا بقى لو عايزين اي حاجة اكتبوا لي في الكممنتات واشوفكم على الخير في الفيديو جديد وعلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته